استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالرباط المبعوث الشخصية للأمين العام الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب في طار جولة إقليمية تانية وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 24-14 في أبريل من هذه السنة والذي جدد من خلاله المجلس الأمن التأكيد على تفوق المبادرات المغربية للحكم الداتي مبرزا أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء وسيواصل السيد كوهلر الذي زار قبل ذلك كل من الجزائر وموريطانيا زيارته للمغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل معاينة الجهود المبدولة في مجال التنمية السوسيو اقتصادية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر